هاته المدرسة المهجورة بقرية بوعمر الواقعة بأعالي بلدية عنقشر غربي سكيكدا تنتظر الترميم لعودة تلاميذ المنطقة الذين هجروا مقاعد الدراسة فيها منذ ربع قرن بسبب الإرهاب وهذا مسجد القرية بقي شامخاً وصامداً وهؤلاء سكان القرية يراودهم حلم العودة للديار وأمل في بعث الحياة من جديد منطقة هذه نطلب الدولة تعاوننا لنرجعها كما كانت ونسكنها كلها هنا ومنطقة لا نقدروا نخليهم تخلوا عليها تعاوننا الدولة تري سيتي ما كانش كل ما ما كانش ونطلبوا من الدولة تعاوننا كل شيء خاص المواصلة تخص لما يخص الساكن مكاة المدرسة غير موجودة رأيته وتشوفي هذه يحط مالإرهاب استتباب الوضع الأمني بالمنطقة ولد رغبة جامحة لدى السكان في العودة عندنا رغبة بها نقول لي وحنا حابين نقول لي وكيد دعمنا الدولة ونقول لي وكما كنا بكري نعم لو كانت دعمنا الدولة تعطينا البناء الريفير رأنا نرجعوا لهنا المنطقة هذه اللي هي منطقة بو عمر وبني قليد رأنا نرجعوا لها في أقرب 25 سنة راحنا كل شيء ضيعنا كل جامع الأموال اللي كانت عندنا لهنا ضاعت الأمن رجع والحمد لله الأمن بحدانا نظر كيد دعمنا الدولة نرجعوا قدروا من الرجل أمن ربيو للحيوانات الماعز الأغنى من الأبقار هذي ربيوها كنا عايشين بس نعتمدوا على الفلاحة لطرابية الحيوانات أحلام مشروعة لساكنة هذا الفضاء الجميل الذين أرغموا على هجرته منذ 25 عاما فهل ستتحرك السلطات لتحقيق أحلامهم هاته